بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في العرض الثاني من عروض الترويب والتنديث عروض معالجة المياه في البداية برضو بنأكد تاني زي ما كل مرة بنأكد أن المعلومات الموجودة في العروض دي كلها مبنية على كورس بتاع جمعتي من الهنوبية كتاب certaine Water Quality and Treatmentات الأمريكس و بالكتاب نهاردا نكمل كلامنا عن الترويب النهاردة سنكلم عن الجزء الهندسي من عملية الترويير العرض الأولاني كان يتكلم عن الجزء الكميائي لكن النهاردة سيكون موضوع هندسي أكثر سنكلم عن الخلط السريع عن الخلط الهيدروليكي على حسابات G-Value على الخلط الميكانيكي كما نحسب من G-Value وعن نقاط الحق وفي الآخر سنصل لـ Conclusion الخلط السريع عندما كلمنا عن الترويب قلنا هو عملية إضافة المروبات أو المواد المروبة إلى المياه الخام في وجود الخلط السريع لضمان لضمان خلط الشابة بكل نقطة مية هذه مهمة جدا نوعين من الخلط ميكانيكا الميكسرز وستيك ميكسرز ميكانيكا الميكسرز يعني فيه آلات ميكانيكية ومعدات ميكانيكية تتحرك وفيه استيك ميكسرز يعني نحن نعتمد على الخلط الهيدروليكي من المياه هي اللي بتعمل الحركة وهي بتعمل الخلط للشابة فيها اللي بيؤثر عموما فيه رابد ميكسنج العوامل المهمة فيه هو زمن موكس احنا بنخلط زمن قد ايه قد ايه قد اول حاجة وثاني حاجة البنوستي جريديانت أو الجيفالي هنأكد انه عملية للخلط السريع هدفها التأكد من خلط الشابة مع كل نقطة مية انا مكلم الكلام ده ليه لان احيانا الناس او بعض الزمله اللي شغاليهم اللي حاطات بيكونوش حاسين باهمية ان المية او تتخلط بالشابة او ان الشابة تتخلط بكل نقطة مية الحاجة دي مهمة جدا جدا لان لو محصلش الخلط ده في مية فجزء من المية حيكون فى أه هايحصل exclusion فى عدم استقرار صالبه هتتجمع وحتتروب وممكن بعد ده بنوضم تكبر لكن الجزء الثانى الفي他們 لاوصله الشابة حايفضل مية عكرة وبالتالي العكرات في المية هتفضل زين ما هي ونogie متى تغير وإن كانت هتقل لكن ولكن هتفضل برضو مية عكرة طرق الخلط السريع لدينا خلط هدوريكي وخلط ميكانيكي خلط هادروليكي ده يطلق عليه أحيانا بستيك ميكسر والنوع الثاني هو الخلط الميكانيكي الخلط الهادروليكي أنواع كتير لكن من أشهرهم هو الوير ميكسر أو الخلط بوسطة الهدرات والفكرة هنا منتهى البساطة أن المية زي ما نشايفين كده في الصورة اللي على اليمين في المية بتكون دخلة من تحت الفوق وبعدين تخش على هادر وبعدين تطلع تاني على هادر أقل منه شوية فبالتالي المنطقة اللي في النص دي جزء منها بيكون فيه مية نزلة وجزء تاني حيكون فيه مية تطلعة فبالتالي النقطة دي الحتة دي بتكون منطقة تيربلنس أو سريان دوامي فساعتها احنا بنعمل ايه بنيجي على المنطقة دي ونحط مصورة المصورة دي بتبقى مخرمة تنقط نقط الشابة على المهم في الخلط السريع ان يكون زمنه تبقى نكون المصري من 30 إلى 60 ثانية وقيمة الجي فاليو بتكون 1500 يعني احنا نرميه نصمم مرحلة الترويب بنقول هنضيف شابة لكن مكان الخلط نفسه اللي هو بيسموه الفلاش ميكسر بيكون عبارة عن حوض عمين حسابنا زمن المكس فيه بيكون حوالي من 30 إلى 60 ثانية يعني بياخد تصرف المحطة لمدة نصف دقيقة وبعد كده بنعمل فيها الخلط اللي بيحق لنا G-Value أو The Lost Gradient قيمته 1500 per second زمن شايفين كده مصورة مخرمة وقادي الوير وقادي المنطقة اللي هو اللي بيسميها المنطقة 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 اللي هو فيها الزابد الأبيض ده والنقط بتنزل عليها نقطة الشابة بتنزل عليها ده في مدخل محطة فولندا لما كنا هناك مع الزمنة من دميانات مسكندرية فكانت المصورة برضو بالعرض وبتنقق الفرق الرايد هما بيستغلوهم هناك بيستغلوهم الشابة لدخول الميا للمحط في محطة السيوف في اسكندرية الشابة بتصد بتيجي من الترمبات الحق في المصورة دي وتتوزع من خلال الفي نوتش دي تنزل في شكل نقط على مكان الترمبات التحديد برضو طريقة جيدة للترويج نحن نقول نحن نقول جي فاليو نقول هذوق بلوسي جريديانت يعني ايه شوفوا المعنى هنا مهم جداً معناها مقدار الطاقة المفزولة في الخلط يعني احنا هنحسد قد ايه القدرة المستهلكة في الخلط في خلال ثانية قد ايه المفروض الحزبة دي بتقول لنا وتعبر على مدى قوة الخلط ومدى تركيز عملية الخلط الخلط الشابة مع المعنى طيب لما نحسد فلوسي جريديانت لو زادت معناها ايه فلوسي جريديانت او جي فاليو لو زادت معناها ان في خلط عالي جداً طيب كويس ولو قلت قلت معناها ان كمية الطاقة المفزولة دي قليلة جداً فمثالي ممكن بمية ما تكونش تخلطت كويس طب احنا عايزين ايه في الخلط السريع احنا عايزين خلط عالي جداً عشان نضمن ان الشابة ايه 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 اختلفت بكل نطس مية طيب كويس في حدود قد ايه احنا عايزينها جي فاليو لما نحسفها بتدينا الرقم ده على القلب الف و خمسمية فيرساكا طب جي فاليو دي بتتحسب ازاي هو لها معادلة بتقول جي فاليو تساوي جزر فيه اللي هي القدرة المستهلاكة في الخلط على ميو اللي هي على الميو اللي هي الفيسكوستي او اللزوجة في فيه فيه حجم الحوض اللي بحثة في الخلط لكن في حالة الوير ميكسنج الموضوع مختلف شوية احنا هنا كمية اللي احنا بدون عليها الخلط الطاقة المبزولة دي مفيش لازم نحسبها فالخلط ساعتها بيكون بيعتمد على الارتفاع ما بين المحضرين الارتفاع ده دلتة اتش ده هي ده الطاقة اللي كانت دخلة بطاقة قد كده من هنا بطاقة وضع هنا خرجت بطاقة وضع أقل من هنا الفرق بين الاثنين دلتة اتش فاحنا بنحط البي او الطاقة المستنفذة بتكون عبارة عن رو اللي هي كسافة المية جي على الجاسبية الأرضية في دلتة اتش اللي هي المسافة بين الهضرين فلو احنا عوضنا بقى في المعادلة بتاعتنا بنقوله ان جي بتساوي جازر رو للووتر في جي دلتة اتش على تاو اللي هي زمن مكس المية في المكان دو في ميو اللي هي الفيسكوستي ميو اللي هي الزوجة بتاعت المية طيب نحاول نوضح ثاني المعادلة الأصلية اللي احنا مفروض نحسب عليها وموجودة في الكود وفي كل كتب جي بتساوي جازر ب اللي هي الطاقة المستهلكة او المستنفذة في الخلط على ميو البسكوستي والبسكوستي اللي زوجة دي عادة متحط اه 10.2.3 او 1.000 في الفي اللي هو الحجم اللي هو حجم الحوض اللي بحصل في الخلط كويس تماما وبعدين الفي دي في حالة الوير مكسينج بتساوي رو جي في كو في دلتة اتش كو اللي هي تصرف داخل الحوض دلتة اتش اللي هي المسافة بين الهضارين دولي في رو في جي رو الف اللي هي كسافة المية في جي اللي هي عجلة الجسابة الأرضية اللي هي تسا واحتمانين من مية فلما نيجي نعود يبقى احنا عندنا المعادلة بالمنظر الده رو في جي دلتة اتش المسلوط طبعا في كو على في لكن الكو على في هنا معاوضين عنها او اه حاطين مكانها اللي هو تاو اللي هو زمن مكس نحنا عادتين من زمن مكس بيساوي في جيب الفي على الكو فبالتالي الفي اللي هو حجم الحوض على الكو اللي هو تصرف الداخل ده بيساوي ايه تاو او زمن مكس يبقى دي المعادلة اللي ممكن نحسب بيها ال ال في حالة اليرمكس طب احنا بنعمل ايه بنجيب الحوض اللي بيحصل في الكلام ده ونشوف دلتة اتش بين الاتنين وير دول قد ايه حجم الحوض نعوض عن حجم الحوض الميو 10 أصدر 3 البي بنعوض عليها بالمعادلة 1000 فيه تسعة واحتمانين من مية فيه كيو اللي هو الميتر كوبرت بير ساكند أخذ نبالكم إن كل حاجة بير ساكند بير ساكند فيه دلتا اتش بالمتر فرق بين المين هندرين ونعوض المفروض الرقم ده بيكون ضروري إن هو يكون أكتر من 1500 نحن عملنا حسابات دي في بعض المحطات لأنقام دي بتطلع كبيرة جداً يعني بتكون 5000-10000 خد كده ليس 1000 مصنعين فبالتالي ده يضمن لنا الخلط كويس جداً للشابة مع كل نقطة مية ايه أثر الفيروستي جريدينت والله اللي بيحصل إن كل ما الفيروستي جريدينت زاد كل ما كانت الشابة الخلط أحسن كل ما كانت التربidity اللي بتطلع علينا من بتبقى أفضل يعني زي ما شايفين في المنحانة اللي قدامنا فإحنا عندنا لما كانت بالفيروستي جريدينت وهذا التربidity الخارجة فطبعاً كل ما كانت التربidity يزيد كل ما كانت التربidity اللي بتطلع علينا من تبقى تبقى أعلى تبقى أقل تبقى كل ما كانت تربidity تبقى أفضل فطبعاً هنا الفيروستي جريدينت كان قليل حوالي 100 مش كافي أبداً خمسمية قليل ألف لكن لما كانت ألف بقت الفيروستي جريدينت كافي وبالتالي التربidity الخارجة من جارتست كانت مخفضة جداً يبقى خلينا فاهمين ان احنا بنتكلم على حاجة مهمة جداً أثارها بيبان علينا بعانا في العكارة اللي خارجة من الجارتست أو من المروأ بعد كده دلوقتي احنا ما عندناش في المحطة الجزء اللي هو الحوض اللي فيه الهدارات اللي بيساع نص دقيقة على الأقل من أقصد صرف داخل المحطة طب ونعمل ايه؟ ها فيه طرق تانية اللي خلطتها دريكي من ضمنها ان كده تخلط في المصورة السلايد دي من جامعة دلفت ادي المصورة و ادي الحق بتاع في المصورة زي ما تشايفين كده المصورة دي بيكون معمول حسابها من الداخل بيتعمل فيها حاجة زي عوائق كده زي متقول زي البريمة بتاعك او زي البنطة عشان المية ها يدخلها تلف و يحصل التربلانس اللي يكون كافي المفروض ان هو يخلط الشابة من الميه طبعا المصورة دي مفروض انها جاية من ترمبات العكرة فالتالي جاية بصرع عالية اي حاجة هتوقف بص المصورة هتعمل تربلانس عالي جدا هتخلط الشابة سيحصل الخلط اللي انت مظهر بك وده شكل من اشكال الخلط والحقن في المصورة في واحدة من محطاتنا و زي ما انت شايفين كده الحقن في المصورة دخلها برج التوزيع و مختارين مكان بعد بالمحبس بحيث يكون فيه تربلانس كافي ان يعمل الخلط الشابة مع الميه ده شكل ثاني و طبعا ده افضل استاتيك ميكسر وصلت مصورة محطوطة في مسار الميه العكرة وهي دخلها والحق واضح من فوق حقن الشابة بحيث ان هو حقن يتخش في وسط العوالق دي كلها وتعمل خلط و خلط جيد لشابة مع الميه الصورة دي من السودان محطة محطات السودان و ده طريقة الحقن بتاعتهم طبعا بداياتا هو بحقنه بولي ألماني يمكن بوليمر والحقن البوليمر محطوط في الخزان الأزرق اللي انتم شايفينه قدامكم ده و زي ما انتم شايفين مصورة نزلة لمكان الحقن اللي هو المفروض في الأرض هنا بداياتا فين ترمبوت الحقن مفيش ترمبوت الحقن ازاي بينزل بوليمر في المصورة اذا كان فيها ضغط متوقع ان الماء ترد عليه لكن دي طريقة من طور الخلط اللي انا عايز اقولك منها يعني طريقة خاطئة تاني نوع من أنواع الخلط الخلط الميكانيكي او الميكانيكي الميكسنج الميكانيكي الميكسنج هنا سنرجع للمعادلة الأولانية و حسابات modeling لكن لكن خلدنا فالأول ما هو الميكانيكي الميكسنج حوض الماء تقعد فيه المدة المجلة اللي قلنا عليها من هل 30 إلى 60 سنية الميا اثناء مراايزة進 الحوض فهي تقابل فاص ع someone بيقلب الشابة بتحقن الشابة وفي نفس الوقت أثناء حقن الشابة بيحصل الخلط الشابة مع المياه المعادلة هنا وحساب G-Value من المعادلة الأصلية نقوله G-Value يساوي جذر B اللي هي الطاقة المبزولة في القلط جذر B على ميو اللي هي الزوجة في V اللي هو حجم الحوت الميو زي ما انتم عارفين نحطها حوالي 10.3 أو 1.1 10.3 ال B هنا لما نحب نعوض عليها اللي هي القدرة اللي نوجدها في القلط بالواط بتساوي ال K زي ما انتم شايفين كده K-Fro في N و 3 D و 5 D هي قطر الريشة بتاعت القطر القلب نفسه ال N هي RBS أو ريفوليشن بير ساكن و 3 فرو هي الكسافة ألف في K و K هي ثابت السواح كده احنا عرفنا ال B ال B لو عوضنا بها هنا المفروض G القيمة التي توقعناها ستكون أكبر من 1500 الكود المصري يعطينا شوية حدود كده زي ما للمكس في الحوض من 30 إلى 60 سنين طبعا احنا عارفين كده سرعة القلب من 60 إلى 120 لفة بالديئة قطر القلب من 3 إلى 0.5 قطر الحوض طبعا المفروض لا يكونش أكتر من كده لو كان هو حوض هنفترض أن هو حوض مستطيل أو مقطعه مستطيل فيبقى المفروض القطر ده من 3 إلى 0.5 عرض الحوض لقلب عشان طبعا لو أكبر مش حالف كما تفهمين كويس طيب طول العمود المفروض تلتين عمق المية في الحوض يعني بيكون واصل قبل نهاية الحوض وفي نفس الوقت ممكن يكون هناك أكتر من قلب على العمود نفسه الشكل اللي احنا ممكن نشوفه في المحطات حاجة زي كده المطور ده المطور بتاع الميكانيك الميكسنج المية بتاخد شابة وتنزل وتلحوض عشان تطلع على أحوض الترويق المراوئات لكن في السكة بتاخد القلب القلب ده بيقلب الشابة معها في الأحواض الترويق أو نضوئات الدائرية فيها فيها غرفة غرفة الدخول ده بيكون فيها القلب ده معمول حسابه أيام زمان يعني كان معمول حسابه إنه هو القلب ده اللي هو ده ده اللي بيعمل لنا عملية الترويق يعني الشابة بتحقن هنا والمية وهي طلعة من تحت الفوق تنزل من على هذا الدار ده تاخد الشابة ويحصل تقليب هنا يبقى ده عملية الخلط السريع هنا في أول حوض على أساس أن فيه خلط بطيء أو التنديف بيحصل جوه في الحوض أو الحوض الداخلي في المراوئ زي ما هنشوفه بعد كده إن شاء الله في المراوئية التكلم على من رواية الدارية فده لما يشتغل المفروض المياه جاي من هنا وبتنزل هنا والقلب بيقلب هنا المفروض الشابة مع المياه يعني بالمنظر ده المياه تنزل هنا هنا بتحصل الحق المفروض والتقليب والميكانيك المكسين المكسين طيب نحقن بقى الكيميائيات فين الشابة حقن فين والله وهي قصة نحب نقولها القصة دي حصلت في المحطة من محطات شركة الدومياط مراوئ المحطة فيها أربع مراوئات والأربع مراوئات ليهم أربع ترمبات هانشابة أربع ترمبات هانشابة واللي إحنا قدامنا ده هو برج التوزيع المياه تيجي من الترمبات العكرة وتوزع على الأربع مراوئات اللي بيحصل إيه إن المياه المفروض إنها بتخش من خلالها الدار وتخش على المجرى ده وتروح منه على المراوئ اللي هي بتوزع عليه في السكة بتاخد التقليب من خلال الألب ده فبالتالي هم عاملين حق للشابة هنا اللي بيحصل إيه إن الشابة كانت بتروح لبعض المراوئات أكثر من المراوئات تانية طب وبعدين حل إيه طبعا الزملاء كان هناك يعني حرصين على إن كل المراوئات تاخد نفس كمية الشابة كمية الشابة فلحصل إيه كان التعديل اللي حصل بعد كده إن إيه إن الزملاء وخاصة إن الزملاء الكيميائيين كمان قالوا لأ نحقن في المصار لكل مراوئ على خلق فكل مراوئ بيأخد له حقن الشابة والميا وهي دخلة بتاخد من خلال التقليب هنا والتاعي بيحصل هنا مكانك المكسرين والترويج طيب المشكلة إيه مشكلة إن في مراوئات بعيدة عن ترمبات الشابة وفي مراوئات قريبة إن فيه ترمبات كفاءة بتاعتها عالية وفيه ترمبات كفاءة بتاعتها قلب فبالتالي برضو ما بقوش قادرين يزغطوا كمية الشابة هرحل كل مراوئ طيب وبعدين نحسن أكثر من كده النقط صحان دي قبل ما تنسي النقط صحان هنعمل هنا فلوميتر والفلوميتر ده بيأس لنا قد إيه برعة الشابة اللي وصله للمراوئ عاج تاني تعديل وبعدين اللي بيحصل إن هو مع الوقت الدنيا تتغير والشابة مع الوقت كمياتها بتقل للمراوئات وتتغير من دواقات تانية فبالتالي أخونا كميائي يروح ويشوف التصرف قد إيه فيعرف منين فبقى ياخد عينة من الشابة ويقسها في الزمن في زمن قد إيه في زمن قد كذا ما لا قد كذا لا ويقفل محبس شوية وفاتح شوية وهكذا يتنه يغير عشان ياخد الجرعة اللي هو عايزها كل مراوئة مشكلة كبيرة جدا الحل في الموضوع ده عشان نضمن إن كل المقار كل المراوئات أو كل الأحوال الوحدة نفس كمية تشابة إن احنا نعمل نقط حقن واحد للمصورة الرئيسية اللي رايحة لبرج التوزيع ونعمل حقن قبل محبس أو بعد محبس قريب جدا منه بحيث يكون في نقطة تربلنس تتخلط المية بالشابة خلط عالي وبعد كده المية بشابتها تتوزع زي بتتوزع كل مراوئ سياخد نفس كمية الشابة الكلام مش سهل لكن هو ده فعلا اللي بيحصل ببعض المحطات الصورة بقى اللي قدامنا دية صورة لمحطة كومباكت المحطة دية عشان الأخ المشاغل في المحطة يهيحن الشابة فعمل خرطوم الشابة وهو كده المفروض بيعمل ترويب طبعا هو بعمل ترويب لكن بدون ميكسينج بدون خلط بدون خلط سريع اللي بيحصل كمية الشابة بتقف في المية بتعمل سحابة اللي انتو شايفينها دية وبعد كده تتجه معظم الشابة لمكان واحد وفي معظم مية تفضل عكرة نفس العكرة اللي فيها طبعا ممارسة خاطئة جدا نتيجتها ان ما فيش ترويب ما فيش أثر الشابة اللي بتترمى في المية مهمة جدا ان احنا نعمل توحيد لنقاط الحق مهمة جدا ان احنا نعمل ميكسينج الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها ان الخلط السريع مهمة جدا زي ما احنا فهمنا دور الشابة والقدية انها مهمة لكن الخلط السريع مهمة جدا اهم العوامل اهم العوامل في عملة الترويب لان ده الحاجة اللي احنا نقدر نتحكم فيها اللي نقدر نزبوطها لو كان فيه درجة الحرارة مثلا او البي اتش في المية او العوامل التانية مهمة لكن الخلط السريع انا شايف ان هو اهم العوامل لان هو اللي بيضمن لك ان كل المية حصل لها ترويب الحاجة التانية اللي عايزين نقولها ونأكد عليها ان مفيش حاجة مفيش معنى ان احنا نلاقي ان الخلط الميكانيكي واقف في المحطة انا رحت المحطة وفجئت ان الخلط بيحصل خلط الميكانيكي وخلط الميكانيكي واقف في الشراء لما سألت قالوا لي المحطة المحطة بيشغاله اول ساعتين الصبح يعني ايه انا مش فاهم ازاي اشتغل خلط الميكانيكي ساعتين الصبح وبقيت اليوم ايه اللي بيحصل قالك قصد المطور بيسخة المطور بيسخة ان يبقى لا بيشتغل ساعتين الصبح ووقف في الوقت هذا مش منطقي ان حتى لو عندنا مشكلة في عملية التقليب الميكانيكي بسيطة جدا ان احنا نستعودها بان احنا نعمل خلط في المصورة قبل محبس في المصورة الرئيسية نحن ان الشابة في قبل محبس او قبل كوع او قبل مكان تيربلنس بحيث ان احنا يكون كل الشابة اقتلطت بكل المية وبدون ما يكون فيه اي تكلفة سواء كان ان احنا حنقول لو نستنينها لخلط الميكانيكي ان هو مطور تحرق ويتغير ويتلف في المعالجة في المية في المعالجة في المية اللي احنا المفروض كميات من المية تطلع من تحت جدينا رايحة على المستهلكين المفروض الكلام ده لا يقفش الحاجة الثانية ان احنا خلينا فاهمين ان التوحيد من المقاطحة مهمة جدا بس طبعا احيانا بيحصل مشاكل لو مكانش الخلط كويس ممكن بعد ما تحهم في المصورة تلاقي معظم الشابة رايحة في المروق اكتر من المروق الثاني انا بقول مهمة جدا ان اكتخل المكان يعني الافضل ان تعمله قبل محبس يعني الافضل المحبس ده لما المية تتخش فيه مهما حتى لو كان المحبس ده محبس مفتوح برضو بيعمل تربلانس لو هو قبل برج التوزيع فاحنا عندنا كوع كمان والمية تتخش في الكوع بتعمل تربلانس و برضو تحقق علينا المكانكا او المكسنج اللي احنا ايه متوقعين كده احنا وصلنا لنهاية العرض بتاعنا يعني ارجو ان يكون واضح ومش محتاج يعني مزيد من التوضيح الحسابات اللي احنا قلناها ده ممكن نجربها في محطاتنا ولكن خلينا اقول لكم ان معظم المشاكل في محطاتنا بتجيش من الخلط السريع الخلط السريع ممكن جدا انه يتحقق في كوع في محبس خلط في المصورة في المنطقة البساطة لان المطلوب زمن قليل جدا كمان عشان يحصل فيه الخلط ده احنا بنقول الخلط زمنه من 30 إلى 60 ثانية الترويب بيحصل في سبع ثواني يعني الموضوع بسيط جدا مفوش قلق اه مش هنزود عن كده هنكمل بعد كده كلامنا عن الترويب وتنبيه ان شاء الله في عرض قادم منتظر منكم التواصل وان كان فيه اي استفسرات عينين الموجودة على الشاشة او من خلال اليوتيوب اهلا وسهلا بكل اسئلتكم اشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم